افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد من عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مؤتمر البحرين الرابع للسكري والغدد الصماء الذي يسلط الضوى على المبادرات الوقائية والعلاجية للسكري هذا وقد سلط المؤتمر خلال جاسات الضوى على أبرز الأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة وأداء السكري وسبل تقليل الأثار الاقتصادية والصحية الناجمة عن زيادة معدلات الإصابة بالسكري خبرات وطنية وخليجية ودولية تطرح أوراق عمل متنوعة في مؤتمر البحرين للسكري والغدد الصماء في نسخته الرابعة تناولت الجديد في مجال علاج هذه الأمراض المزمنة خصوصاً وأن البحرين توليها أولوية قصوى في برامجها وخططها للحد من زيادة أعداد المصابين بهذه الأمراض تناول كل ما يستجد من حيث سكر ومشاكله وطريقة علاجه والأبحاث التي صارت فيها وهذا هو شيء نفتح بوجوده ونحافظ على أنه يكون موجود دائماً في البحرين ونكون المسائل المؤتمرات تكثر وتتعدد بحيث أن يكون دائماً فيه تحديث المعلومات تحديث الجميع وفرصة لعرض أبحاث الجيل الجديد النسخة الرابعة من المؤتمر دعت إلى دعم الخطط الوطنية لمكافحة أمراض السكر والغدد الصماء وتقليل الآثار الاقتصادية والصحية الناجمة عن زيادة معدلات الإصابة بالسكر بدأنا أول محاضرات المؤتمر كانت مراجعة تامة لكل تطورات مرض السكر خلال السنة الماضية أدوية حديثة، دراسات حديثة نخشناها في أول جلسة الجلسات الأخرى كانت تتعلق في أمراض الغدد الدراقية وأمراض السكر عند الأطفال إحنا عملنا قاعتين كانوا يشتغلوا بارلل مع بعض نفس الوقت فكان أطباء السكر والأطفال في قاعة وأطباء الغدد الصماء الكبار كانوا في قاعة ثانية نقشنا سرطان الغدد الدراقية وأحدث التكنولوجيا لتشخيصها وعلاجها طبعا إحنا في تقدم كبير في علاج السكر وخصوصا من ناحية النوع الأول النوع الأول في تقدم كثير خصوصا بعد طلوع المضخة مضخة الإنسلين والتي تعتبر أحين اللي أحدث أنواعها كأنه البنكرياس الصناعي اللي هو يفحص السكر ويعطي الإنسلين اللي لازم للجسم بدون تدخل المريض أما بالنسبة حق النوع الثاني طبعا في حتى المضخة ناس بالنوع الثاني بس في أدوية كثيرة حديثة وصلت أنه يساعد حتى الحفاظ على الكلا والعين والقلب يأتي تنظيم مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في مملكة البحرين لدعم الجهود الرمية إلى تقليل معدلات الإصابات بين المواطنين في ظل ارتفاع نسبة الإصابة بهذا النوع من الأمراض المزمنة والتي وصلت إلى 15% من السكان البالقين فضلا عن ارتفاع نسبة الإصابة بين الأطفال وذلك بحسب إحصاءات المسح الصحي الوطني كما تشير التوقعات لارتفاع نسبة المصابين بالسكر إلى نحو ربع سكان المنطقة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030 هذا المؤتمر في نسخته الرابعة يطرح أفكار متنوعة ومواضيع متخصصة يتم مناقشتها على مدار يوين من خلال جلسات صممت لتبحث خفض معدلات الإصابة بأمراض السكر والقدد الصماء ومضاعفتها وضرورة توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في علاج هذه الأمراض المزمنة خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين